احنا اتكلمنا كتير عن الخطيئة خليني نحكي عن نتيجة الكفارة مع انه معنا يمكن دقيقتين نعم دكتور فريدز نعم سمحت تعطينا عن النتيجة والامل طبعا في الموضوع كله يعني طالما الانسان قبل كفارة المسيح سيتمتع بكل البركات التالية اللي هذكرها طبعا مجرد هذكر بالاسماء تغفر كل خطايا اتنين يتبرر امام الله تلاتة يتمتع بالمصالحة او الانسجام مع الله اربع يسكن فيه الروح الخدس خمسة يصبح من اولاد الله ستة يصبح وارث مع المسيح في الامجاد الابدية كل البركات دي مش ننالها باستحقق لا لكن هو دفع الثمن بس بينتظر ان الانسان يجيله يصدقه ياخد منه موسيقى اشتركوا في القناة